الجائزة التي يحصل عليها المسلمون بعد قضاء هذه العبادة العظيمة وهي عيد الأضحى المبارك نعم العيد الأضحى لو أرد أن نبدأ من كلمة عيد ماذا تعني كلمة عيد ماذا يعني عيد الأضحى العيد دائما هو الفرح نعم هو وقت اللهو وقت اللعب وقت السرور النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة وجد لأهل المدينة يومان يلعبان فيهما فسألهم فقالوا هذا يومان نلعب فيهما ونلهو فقال قد أبدلنا الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فكانت هذه الأعياد هي أيام الفرح والسرور لما كان قبلها من عيد الفطر كما تفضلت حضرتك في المقدمة فقلت أن يوم الفطر يأتي بما كان من فضل الله على المسلمين بصيام شهر رمضان ويوم الأضحى يكون على ما تفضل الله سبحانه وتعالى به على الحجاج من أداء المناسك وعلى ما تفضل الله سبحانه وتعالى به على غير الحجاج من شهود هذه الأيام المباركة وصيام يوم عرفة فالعيد هو إدخال السرور وهو الفرح وهو مظهر من مظاهر الفرحة والسرور والسعى في الدين ليس المقصود هنا أن يقتصر فرح المسلم أو فرح المسلمين وابتهاجهم على يومين العيدين فحسب لا بل يكون السرور بكل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد فأعيادنا نحن عيد اسبوع وهو يوم الجمعة عيد للمسلمين ويوم الأضحى ويوم الفطر هذان يوما جعل لهما هذه المناسبات التي أقرها الشرح فالمسلم يفرح بما أمنى الله سبحانه وتعالى به عليه يفرح بكل نعمة أنعم الله به عليه حتى وإن لم يكن في يوم العيد كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعه ترجمة نانسي قنقر